أكيد هي القوات الأمنية التي تأخذ على عاتقها تنظيم المرور وجراء التشيك الروتيني اليومي لكن للأسف يعني يبدو هناك أكو تأثير على هذا المنفذ تأثير سياسي واضح والمقصود به شخصيات معينة يعني معروفة بمخالفتها لمنهج الحزب السياسي الحاكم في الأنبار حقيقة سميه الحزب السياسي الواحد ما حصل يعني أنا لم أكن حاضرا حقيقة لكن ما وصلني من الموكب ومن الحرس الذين رافقوا شيخ سطام خلال مجيئة إلى بغداد لحضور اجتماع مهم ومعه قيادات من محافظة الأنبار من الصحوات وشيوخ عشائر لغرض الاجتماع مع أحد الجهات الحكومية فبالسيطرة أعتقد صاير أشد وأجذب بين أفراد السيطرة وأعتقد مطالبين حسب ما وصلني بأمر حركة ومن هذا الجانب والقوة هي حكومية من الحشد الشعبي ترافق شيخ سطام يعني عبرته مش الأمر لكن يبدو بالإياب إلى الأنبار الذهاب إلى الأنبار كان هناك نية كما وصلني من أطراف يعني ما نعرف مدعومة ميليشيوية أطراف مدفوعة سياسيا حاولت تعرض للموكب المار عبر السيطرة لو لا حكمت الشيخ سطام ومن معه أنه تجاوز الموضوع ولا كانت نية مضيتة للاعتقال أو للاختطاف يعني كان التصرف الذي صار مينم عن حسنية بالموضوع الاعتقال أو اختطاف يصير بسيطرة أمنية؟ ما أعرفه يعني السيطرة الأمنية ما أعتقد لكنه يبدو خارج السيطرة أكون هناك يعني كان حركة سيارات غير طبيعية خارج حدود السيطرة لغرض مسك الطريق على الموكب وهو ماضي إلى الأنبار فكانت يعني القضية مريبة فيها يعني نوع لا يعني يخليك تشعر أنه هذا التصرف قانوني مئة بالمئة فأعتقد يعني كان هو المضايقة والاستفزاز يعني عنوان لهذا الموضوع حاولوا الأخوان مع الشيخ سطام أن يتجنبون الاحتكاك ومضوا يعني سريعا وإلا لو يمكن يصير توقف وأخذوا كلام قد يكون إجراء كان يصير بي لا سامح الله يعني أمور أو التداعيات ملات أحمد عقباء صحيح